ثم شيء سابع هذه الكنيسة أحبائي هي الشاهدة والكارزة والنور والملح على الأرض فالرب وضع كيان بمثل الرب له كل المجد هذا امتياز بس كمان مسئولية خطيرة جدا اسمعوني يا خدام الرب واسمعوني يا شعب الرب فلا مجال للإهمال ولا مجال للإنشغال ولا مجال للإنفعال ولا أي مجال إنك تكون كسلان إحنا وجودنا على الأرض هي إنعكاس لصورة يسوع من خلالك ومن خلاله على الأرض طبعا إحنا غير كاملين بس نشكر رب من أجل النعمة منطرح أنفسنا على نعمة الرب بس كون حقيقة على فكرة ما تمثلش الناس مش أغبية الناس بتميز على فكرة بتعرف إذا الشخص حقيقي ولا لا ثم حبائي الكنيسة هاي اللي على الأرض هي تمجد الله تكرز بالإنجيل تعلم وتبني المؤمنين يقول كتاب لأجل تكميل القديسين في مواهب على الأرض منستخدمها وإحنا على الأرض وطبعا الشهادة للمسيح المسيح